عايز اقول لحضراتكم ممكن في الساعات الاخيرة طبعا الاستعلارات متواصلة لفريق النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب كان حريص امبارح يكون متواجد في استاد القاهرة لأكتر من 3 اربع ساعات بيتطمن على الاجراءات الامنية بيتكلم على نزول كبار الزوار والضيوف لمراصم التتويج في ارضية الملعب الترتيبات الخاصة بالاستاد لاستقبال الضيوف كمان اتطمن على الفريق واكتمعه مع مرس الكولارو مع كابتن خالد بيبو انبارح كانت في اجتماعات مكثفة داخل استاد القاهرة للاتنيناء على كافة التفاصيل وعايز كمان اقول لكم على خبر مهم جدا متعلق برئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتين السويسري رئيس الاتحاد الدولي فيفا نهاردة بنسبة كبيرة جدا هيكون متواجد في نهاي دوري ابطال اسيا ما بين العين الاماراتي مع يوكهامة اليابان صعوبة في حضوره لمباراة النهاردة ما بين الاهل والترجل المباراتين بيتلعبوا فيهم واحد نهاي دوري ابطال اسيا مع نهاي دوري ابطال افريقيا ولكن ان شاء الله بإذن الله بوجود جماهيري النادي الاهلي بتوفير ربنا سبحانه وتعالى المكسب النهاردة هيكون حليف النادي الاهلي فاصل ثم نواصل